أعلنت قطر مشاركتها في اجتماع خليجي تحضره مصر والأردن والعراق يعقد في مدينة جدة السعودية لمناقشة الملف السوري وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اجتماعا سيعقد الجمعة المقبلة في جدة السعودية لبحث الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية وذلك بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من الأردن ومصر والعراق وقال الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن الاجتماع التشاوري جاء بدعوة من السعودية